قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن إسرائيل يحق لها الدفاع عن نفسها واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمنع تكرار الهجوم الذي جرى في السابع من أكتوبر وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي حول التصايد في غزة أن الهجوم على إسرائيل تسبب في وقوع قتل من 13 دولة بالأمم المتحدة بينهم 33 أمريكية على الإسرائيليين أن يتحوطوا للحيلولة دون الحاق الضرري بالمدنيين هذا يعني وصول الأغذية والأدوية والمياه التي يجب أن تصل إلى غزة وللمحتاجين هناك يفترض بالمدنيين أن يتمكنوا من الابتعاد عن الخطر هذا يعني أنه يتعين أن نرتقي هدنا لتحقيق هذه الغاية ونحن نعمل بلا كلل لتحقيق هذه الأهداف نواصل التنسيق مع مصر ومع إسرائيل ومع الشركات في المنطقة ومع الأمم المتحدة لإنشاء آليات تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية باستدامة إلى غزة ترجمة نانسي قنقر